نروح دلوقتي بقى لجريدة الجمهورية ومرسلنا محمد توفيق عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية نكون معاك كمان الأستاذ حسام الغرباوي الكتب الصحفي بالجمهورية يا توفيق صباح الخير يا توفيق عليك وصباح الخير على أستاذ حسام ومنشطات كتيرة جدا حنقاشها معاك خلينا بس في البداية نرحب بيك وبضيفك صباح الخير صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم تحياتي لكم وكل مشاهدي ومتابعي عشرة الصبح في الأهل من كل مكان وجولة جديدة لآخر وأهم الأخبار الرياضية في مصر والعالم وجولتنا النهاردة زي ما ذكرت من جريدة الجمهورية وطبعا بيشرفنا النقد الرياضي السيد حسام الغرباوي نبدأ بمنشتاتنا في الأول أول منشتة من جريدة الشروق الاتحاد الأفريقي يرفض شكوى المريخ ضد سنبا بالتلاعب في مساحات كورونا يمكن ده في إشارة أن الشكوى اللي كان قدمها المريخ السودان للاتحاد الأفريقي ومتهم النادي سنبا بالتلاعب في مساحات كورونا لكن الاتحاد الأفريقي رفض هذه الشكوى المنشتة الثانية معنا من اليوم السابع المحترفون يغادرون القاهرة بعد انتهاء تصفية أمم أفريقيا ده في إشارة للمحترفين الأربعة اللي كانوا متواجدين بالأمس في مباراة جزر القمر محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجي ومصطفى محمد ومن الشروق نحن أخبارا جيدة وسيئة لليفربول طبعا يمكن التقرير للنشارات وجريرة ميرور الإنجليزية أشار أن الأخبار الجيدة بالنسبة لليفربول هو تقلق محمد صلاح وأحرازه هدفين بالأمس لكن الأخبار السيئة طبعا أن محمد صلاح شارك بشكل كامل في المباراة لمدة 90 دقيقة طبعا هيبقى مخليه مجهد قبل المباراة القادمة في الدورة الإنجليزية لليفربول كمان أن كده خلاص مصر وصلت لأمم أفريقيا فده هيعمل يربج حسابات يورجين كولوب هيبقى عنده محمد صلاح سادي ومانيه نابي كيتا الثلاثة دول يعني من الأعمال الأساسية الفريق مش هيبقوا متواجدين لمدة كبيرة أثناء بطولة أمم أفريقيا القادمة إن شاء الله في الكاميرون فده هيسبق يمكن إرباك شوية في الحسابات لليورجين كولوب فيه عدد كبير جدا من ممتشاط الدور الإنجليزي منتصف الموسم كمان بعد كده معنا خبر من روسيا اليوم مركز الدراسات السويسرية C.I.E.S يكشف كقامة أفضل 98 لعب في 2021 يمكن كالعادة متصدر الترتيب هو ليونيل ميسي يجي في الترتيب الثاني بالتساوي لفندوفيسكي وكمان يعني ممكن المفاجأة جورجينيو الإيطالي لعب تشيلس الإنجليزي جاء في المرتبة الثانية بالتساوي مع لفندوفيسكي وكمان جي كمان في المركز الرابع روبين دياز مدافع مانشستر سيتي وكريستيان رونالدو يمكن تقاقر كتير جدا على المكان المؤتد ليه وجاء في المركز الخامس كي عشان نتكلم أكتر عن أخبارنا وتفاصيلها ينضمنا سيد حسام الغرباوي اللي نقض الرياضي بالجمهورية سيد حسام يعني بنصبح عليك وبنرحب بك في البداية يعني منتخب مصر الأداء أمام كينيا وانتقادات كبيرة بعد كده مباراة جزر القمر عطاك كان فيه تحسن كدير في الأداء يعني تقيمك الأداء والاختلاف ما بين أول مباراة ومباراة مباراة أمام جزر القمر طبعا ألف مبروك لمنتخبنا الوطني وجهازه الفن بقيادة الكابتن حسام البدري طبعا الأداء كان جيد بصراحة جدا يعني وقدر أنه يصالح الجمهورية المصرية بعد التعادل مع كينيا وكان قبل كده كان فيه برضو تعادل في القاهرة وكده ده أثر كتير وخلى أن فيه مشكلة في حتة الاستكمال المشوار بشكل قوى لكن قدر فيه بعد كده أنه يتدارك ده بشكل جيد ويتأهل عن قدارة بعد التعادل مع كينيا بهدف لكل من هما يعني وبعد كده بعد ما ضمن ده إداله أراحية أنه هو يظهر بعض الخطط التكتيكية الرائعة اللي ببينت إنجاز الفني فيه شغل خاصة يعني أنا مثلا عجبني بعض الجمل التكتيكية اللي كان فيها سنائيات زياد ريزيجي ومحمد صلاح وجي منها هدف عندنا أفشى مع محمد شريف الحاجات دي بصراحة أن نحنا نفسنا تعود تاني زي الجيل بعض الأجيال الزهبية للأهل اللي كان بيها سنائيات قوية بتدعم الفريق سواء في الفرق المصرية أو المنتخبات الفريق قدر بشكل جيد كان فيه ثقة من الجهاز الفني المنتخب وده طبعا أدى بأنه قدروا أن هم يفكوا شفرة الفريق المنافس وأن هم يحصلوا على الثلاث نقاط وتصدر المجموعة السبعة عن جدارة واستحقاك وتأهل طبعا بشكل رسم وقوة تسفات الأمم الأفريقية إن شاء الله بالكاميرو 22 إن شاء الله ونتمنى لمصر كل الخير ولكن في نفس الوقت ياريت إن تدعيم الكابتن حسام البدر إحنا فيه ناس كتير كانت بتنتقد وده ما ينفعش إن ده بيأثر نفسيا على الجهاز الفني خاصة أنه بمثل مصر ومجب بمثل أي فريق تاني في موقت ده بيأثر عليه سلبي إحنا لازم يديله كل الدعم مهما كان ومهما حصل في جولة أو اتنين حتى اللي هو بتأخر أو بيتعادل أو بيحصل حاجة لأ لازم نشوف إيه المشاكل وإنحل لها لغاية لمصر تعبر اللي هي عايزة إن شاء الله تقييمك لأداء المحترفين خاصة محمد صلاح يمكن تقلق بالأمس وكمان يمكن محمد صلاح بقى عنده مشكلة كبيرة في ليفر بول للفترة الجاية طلب كابتن شاوي غريب أنه موجود في الأولمبيات وبعد كده عندك كاس أمم أفراقية في وسط الموسم السنة الجاية طبعا تقلق محمد صلاح ده بيدفقه على المنتخبنا وده المتوقع منه والمطلوب في نفس الوقت لأن ده بيد حماسة وروح معنوية عالية لبقية اللاعبين زملائه وده إحنا شفنا كان محمد صلاح كان بيلعب بثقة في الملعب إحنا شفنا لو شفنا الهدف اللي جامل كان بكل ثقة وكل أريحية قدر أنه هو يجيب هدفين ولا أروع وفي نفس الوقت بمجهود كبير يعني هو قدر بالضبط يخطف الأضواء في ثانية أما بالنسبة أنه هو الضغط عليه لا محمد صلاح من أفضل لعبين على مستوى العالم وطبعا شيء طبيعي أن الراجل فيه جدول تدريبه معين وفيه جهاز طبي وفيه جهاز متابع له فهو عنده القدرة المتابعة لأنه ده طبعا لعب محترف والاحتراف ما فيهوش أنه هو يقدر أو مقدرش فشيء طبيعي أنه إن شاء الله هيتقلق وهو عارف طبعا أجندته ماشية وإن شاء الله هنشوف تقلق محمد صلاح أكتر أكتر في الفضرة القادمة فبكل التوفيق لمحمد صلاح أخيرا يعني سريعا شايف رحلة الأهل إن شاء الله يعني للسودان ومقابلة المريخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات شايف تقييمك إيه للرحلة دي وشايف النادي الأهل إن شاء الله يعني حق الفوز وإن شاء الله الانتصار والصعود من قبل كمان آخر مباراة من سامنة إن شاء الله طبعا أهل 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 طبعا واخد برونزيت الكاس الأندية للعالم للمرة التانية على التوالي ليه هو طبعا آه المريخ السوداني هو متصدر الدوري وقوي ولكن الأهل بخبرته وتاريخه مذاكرته القوية للفريق المنافس شيء طبيعي إن ده هيضف له كتير عودة بعض اللاعبين زواليد سليمان على رأسهم طبعا في المران الأخير أغياء وكتير من اللاعبين طبعا مع عدم معلول أنه هو طبعا لسه تحت الإصابة ده هيضيف قوة إلى جانب أن المسلمين هو مذاكر المريخ السوداني معروف للأهل كويس جدا فأكيد إنه هو طبعا محضر الخطة اللي طاليك بدأ بعد ما أكد على الخطة في القاهرة قبل التدريب الأخير في هناك قبل المباراة إن شاء الله يفوز الأهل صح حسن بنشكرك كنت منوارنا وشكرا جزيلا لي يعني كريم نهواند دي كانت جولتنا النهاردة الأهم وآخر الأخبار الرئيضية بتنتهي جولتنا النهاردة لكن دايما متوقعين معاكم ومستمرين وعشرة صبح من الأهل كلمة لكم